مشاهدين سعد الوقت الثمانية بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء معلمية فضل يا لب شكرا لكم منا الثمينة سباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون النصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مع جهود التطوير الشامل لمنظومة التقاضي خاصة من خلال اتعزيز الكوادر البشرية والكفاءة الفنية القضائية وكذلك تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي الرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل خاصة مدينة العدلة التي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركزا للدراسات عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب وليد أبو المجد ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي والرئيس الشركة الوطنية للثروة السماكية والأحياء المائية اللواء إسلام عطية استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية لا سيما في مجال تنمية الثروة السماكية والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق اليوم فعليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية والذي يستمر حتى الثامن من سبتمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي المؤتمر كتجديد للاتزامة مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديمغرافية كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية وعلى هامش المؤتمر سيتم إقامة معرض لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية يستكمل الحوار الوطني اليوم مناقشة الملفات الاقتصادية في الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي وذلك في الأسبوع السادس من جلسات الحوار وتناقش جلسات اليوم عددا من الملفات المهمة قبل إرسالها أو إرسال مقترحاتها إلى الجلسات التخصصية لصياغتها تتضمن مناقشة ملف مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها هذا ومن المقرر أن يختتم الحوار الوطني جلسات الأسبوع السادس بمناقشة ملفات المحور المجتمعي الخميس المقبل كشف الرئيس وزراء ناجر الذي عينته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة محمد الأمينزين عن محادثات جارية من أجل انسحاب سريعا للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد والبالي قوامها 1500 جندي واعتبر زين أن القوات الفرنسية في وضع غير قانوني معربا عن أماله بالحفاظ على التعاون مع فرنسا ومنذ سيطرة المجموعة العسكرية على السلطة في السادس والعشرين من يوليو الماضي بلغ التواطر الدبلوماسي ضروته بين ناجر وفرنسا أعلن الرئيس الأوكراني بودمير زيننسكي أنه زار منطقة دوناتسك الواقع على شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية وقال زيننسكي خلال لقائه مع قادة عسكريين أن هناك قضايا إشكالية وإمدادات تحتاج إلى زيادة وتأتي زيارة زيننسكي مع إعلان كييف السيطرة على مزيد من الأراضي في الجبهة الشرقية فضلا عن التقدم تجاه الجنوب في إطار هجومها المضاد قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن موسكو تناقش إجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الشمالية وأكد شويجو ضرورة إقامة علاقات قوية مع بيونجيانج هذا وأعربت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء تقدم المحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية وذلك بخصوص الحصول على أسلحة وقالت أن شويجو حاول خلال زيارته إقناع بيونجيانج بيع ذخيرة مدفعية لروسيا رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لاتهامات بأنه خفض التمويل المخصص لبرنامج يهدف لترميم مدارس رغم علمه بالمخاطر المرتبطة بنوعية الخرسانة المتأكلة المستخدمة في بنائها وأوضح سوناك بأن 95% من مجموع 22 ألف مدرسة غير متأثرة بالمسألة وصدرت أوامر لمائة وأربع مدارس وكليات مبنية بخرسانة خفيفة الوزن بعدم إعادة فتح المباني والصفوف الدراسية هذا الأسبوع بسبب خطر انهيارها مشاهدين انتهى مجزة ثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح القرية مصر بعد الفاصل